ما زال معنا سيد سعيد الظروف الآن إلى أي مدى متشابهة مع ظروف أسلو كان هناك ظروف إقليمية في هذا الوقت هناك اليوم أيضا ظروف إقليمية قد تكون أشد سوءا هناك ضغوط يتعرض إليها الفلسطينيون وبالتأكيد كان هناك ضغوط في هذه الفترة هل يمكن أن تمرر الصفقات في ظل هذه الظروف؟ صعب أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني طالما وأنه يرفض أي صفقة من الصعب أن تنجح هذه الصفقة بإمكان أن تم الولايات المتحدة عبر وسائل الضغط والآخره أن تحشد بعض التأييد العربي ولكن في نهاية المطار من يعطي الاعتراف لإسرائيل ويسحبه منه هو الشعب الفلسطيني هذا الشعب في تقديره لن يقبل بصفقة لا تعطيه القدس عاصمة لا تعطيه كامل السيادة على الأراضي لا تعطيه دولة فلسطينية مستقلة لا تعطيه إنهاء الاستيطان علما أننا لم أعد أمن أن حل الدولتين بات قائما لم يعود قائما ولكن أقول حل الدولتين لم يعود قائما الخطوة الحالية نعم حل الدولتين حل لم يعود قائما حل الدولتين تعبير من ضل لم يعود قائما لم يعود قائما تذكر هناك الآن 700 ألف مستوطن هناك الآن العديد من المستوطنات إسرائيل تريد أن تبقى موجودة على الحدود مع الأردن هذه هي نقطتها صفقة القرن هي عبارة عن ما قاله ترامب إزاحة القدس عن الطاولة إلغاء حق العودة وهي خطوة تخذ إجراءات بشأنها تدمير أنروا على سبيل المثال ومن ثم ضم الكتلة الاستيطانية ففي تقديري لم تعد قائما حل الدولتين وهم كبير يجب أن نتخلى عنه ونناضل الآن علينا أن نحشد قوانا الوطنية ونناضل معا نفكر معا شعب الفلسطيني يثبت يوميا أن لديه أساليب مقاومة خلاقة مظاهرات العودة تطور مهم جدا أساليب المقاومة الجديدة تطور مهم جدا تمسك الفلسطينيين بأرضهم تطور دائم ومستمر ولدينا دعم عالمي كبير جدا نحن ننظر إلى الدعم الأمريكي الرسمي ولكن تأكد تماما أخي أن هناك دعم على مستوى الجامعات القضية الفلسطينية هناك يشعرون بالضجر من إسرائيل وممارساتها هناك دعم عالمي للمقاطع هناك دعم لحقوق الشعب الفلسطيني هناك انتقال هنا في هذا البلد في السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي اليوم بأغلبية ويؤيد الفلسطينيين إذن هناك متغيرات علينا نحن أن نتخذ الخطوات التي من شأنها أن تحرج وتضع إسرائيل في مأزق تضع الاحتلال في مأزق مثلا وقف كافة أعمال التنسيق ليس فقط التنسيق الأمني كافة أعمال التنسيق مع الاحتلال هذا الاحتلال هو العدو لابد من وقف التنسيق معه بشكل كامل العمل كما يعملون ولكن مضاعفته بمعنى العمل على الساحة الدولية الذهاب إلى بحكمة الجناية الدولية الذهاب إلى الوكالات والمنظمات هناك مجموعة من الأوراق في يد السياسي الفلسطيني لتحقيق أهدافهم الوطنية